موسيقى تعالوا يا شباب كده نشوف البلاغة من الأسئلة المهمة جدا اللي بتجيلك في الامتحان ومحتاجة تركيز عالي جدا جدا احنا درسنا في الترمي اللي فات طبعا التشبيه أيوان والاستعارة والترمي اللي درسنا الكناية والمجاز المرسل طيب تعالوا سريعا كده نشوف أهم الأسئلة بجينا على الامتحانات وإزا ما نتعامل معها بجينا السؤال يقول لك ما العطفة المسطرة على الشاعر وما أثرها على الألفاظ هنقول طبعا عطفة مسطرة على الشاعر هي طبعا لازم نرى الأبيات الأول بعناية وافهم هي بتكلم عن إيه الأول ومن خلال بقى فهم المعنى الكلمات الموجودة في النص بقدر أركز وافهم إيه العطفة طيب ممكن تكون بقى الحب والإعجاب الأسى والحزن الفخر والاعتزاز على حسب بقى طيب وأقول بقى ده الجزء الأول يبقى العطفة مسطرة على الشاعر هي كذا وجاءت الألفاظ ملائمة للجو النفسي وموحية ومعبرة عن عطفة الشاعر مثل وأذكر بعض الألفاظ المتعلقة بالموضوع وأذكر بعض الألفاظ المتعلقة بالموضوع بيجي للسؤال الثاني استخرج صورة بيانية أو بشكل آخر اللي هم بياني أو صورة خيرية أو خيال أو صورة جزئية كل دي إجاباتها واحدة صورة بيانية يعني تشبيه أو استعارة أو كناية أو مجاز مرسل طيب التشبيه والاستعارة أفرق ما بينهم إزاي طبعا دي معلومات سريعة كده ده ما يكون سر جمال التشبيه والاستعارة التوضيح أو التجسم أو التشخيص تمام يا شباب وإحنا أخذنا الكلام ده في الترمي اللي فات طيب التشبيه لازم يكون فيه الطرفين موجودين المشبه والمشبه به لما يقول الجندي كالأسد تمام كده طيب لكن أما يقول الجندي يفترس العدو أنا ما ذكرتش كلمة أسد تمام كده إذن لوقتي بديت استعارة مكنية حيث تصور الجندي بأسد يفترس العدو فأنا حدفت المشبه به وسبت صفة من صفاته اللي هي إيه أيوان إليه الافتراس تمام يا شباب لما يقول مثلا رأيته أسدا يحرص الحدود ما فيش أسد بيحرص الحدود يبقى دي استعارة تصريحية صور الجندي بأسد أيوة براف عليك يحرص الحدود فدي استعارة تصريحية طيب أما الكناية فطبعا درسناها التربيد ده يا جماعة وطبعا بتتكلم نسير جبلها دايما لإتيام بالمعنى مصحوم بالدليل عليه في إيجاز وتكسيم تمام والكناية بتنقسم زي ما احنا عارفين كناية عن صفة أو موصوف أو نسبة ونجيب لك تدريبات هنتكلم فيها النهاردة أما المجالز المرسل طبعا فمالوش علاقة طبعا بالتشبيه طبعا ولا الاستعارة ليه علاقات خاصة طبعا بيه شوية ألا وهي الجزئية وأيضا الكلية والمحلية والحالية زي ما هنتكلم دلوقتي سر جماله دايما الإيجاز والدقة في اختيار العلاقة والمبالغة المقبولة طيب ده سؤال أحيانا يجي يقول لحضرتك استخرج محسن بديعي أو محسن لفظي أو لن بديعي أو زينة لفظية طيب الإجابة على السؤال ده بالنسبة للشعر لازم يظهر لي إما طباق إما جناس إما تصريع إما حصد أسيم نول تاني الحاجات بتظهر كتير في الشعر طباق أو جناس أو تصريع أو حصد تقسيم لا يظهر في الشعر السجع ولا الإزدواج أولا المعلومة التي تاني مركز فيها لا يظهر في الشعر السجع ولا الإزدواج ما بيظهرش في الشعر أبدا تمام شباب يبقى اللي هركز علي ما يجو لإستخرج محسن بديعي أدور على إيه طباق لو كلمتين عكس بعض أو مقابلة طبعا جملتين عكس بعض طب جناس يعني كلمتين متفقين في المعنى أو متفقين في اللفظ آسف متفقين في المعنى أو آسف متفقين في اللفظ مختلفين في المعنى أولا تاني الجناس كلمتين متفقين في اللفظ مختلفين في المعنى يعني زي ما أقول كده الوقت من ذهب وقد ذهب يبقى الذهب الأولى بمعنى سمين أو غالي ذهب التانية بمعنى انتهى يبقى كده بينهم الجناس تام أو يقيني بالله يقيني يقيني الأولى بمعنى إيماني تمام؟ طيب أما التانية بمعنى يحميني تمام الشباب هو الجناس ليه صورتين أو نوعين جناس تام لو بيبقى متفق في الألفاظ كلها أو في الحروف كلها متفقها في الشكل لكن مختلفة في المعنى أما الجناس المواقص فمتفق في بعض الحروف مش كلها تمام شباب؟ طيب التصريع بقى ده دايما يظهر في البيت الأول بس أو التاني تصريع يظهر لي في البيت الأول بس معناقي اتفاق آخر شطرية البيت الأول في الحرف الأخير أو التاني اتفاق آخر شطرية البيت الأول في الحرف الأخير طيب أما حصن التقسيم فهو طبعا توازن بين الكلمات في البيت الواحد أو ممكن الأبيات مع بعضها توازن بين الأبيات طبعا أو الكلمات والجمل في البيت الواحد طيب أدي الفكرة كلها طبعا فايدة بقى الطباقة جماعة إذا ما احنا عارفين يوضح معنى قوي الجناس يعطي أثر مصيب جميل وإصارة للزهن أما التصريع فيعطي جرساً موسيقياً في مطلع القصيدة هو حس التأسيم أيضاً يعطي جرساً موسيقياً طيب يجي لك سؤال أحياناً برضي يقول لك لماذا جمع الشاعر بين الأسلوب الخبري والإنشائي دايماً الخبري يفيد التقرير وأيضاً إظهار عاطفة الشاعر أما الإنشائي فطبعاً أقدر على إظهار العاطفة وإصارة المشاعر أو إصارة الزهن وإشراك السامع دايماً يفيد طبعاً إظهار العاطفة وإصارة الزهن وإشراك السامع تعالوا سريعاً كده شوف بعض التدريبات البلاغية على الموضوع ده الشاعر بيقول إني لأعمل للسلام ولغرس أظهار الوئام الله يشهد ما بذرت بزور شر في الظلام هذه يدي فيها الإخاء وفي يدي الأخرى سهام تدعو الأبيات إلى السلام بما يتميز هذا السلام طبعاً هنا السلام قوي وليس سلام الضعيف لأن الشاعر هنا نعمل للسلام ولا طبعاً يا مندي يدو للآخرين بكل حب وكل وقام ولكن في نفس الوقت يمتلك القوة يبقى السلام باستسلام ضعف أما السلام في قوة هو ده المطلوب طبعاً طب هات من الأبيات أسلوب توكيد دايماً من أسلوب التوكيد يا جماعة إن أو قد أو لقد على حسب طب هنا طبعاً في أول جملة عندي إني لأعلمه لسه أعمله للسلام يبقى أسلوب مؤكد بإيه؟ بإن طبعاً كناية تمام كده هنا بقول مثلاً استخرم الأبيات كناية طيب ممكن أقول بقى إني لأعمل للسلام بقى كناية عن حب الشاعر للسلام كناية عن صفة طيب الله يشهد ما بذرت بزور شر في الظلام برضو هنا كناية عن إيه؟ عن حبيه برضو إيه؟ للسلام ورفضيه للشر تمام شباب؟ طيب هنا برضو هذه يدي فيها الإخاء وفي يد الأخرى السهام كناية برضو عن إيه؟ عن حبيه للسلام بس إيه في قوة تمام شباب؟ ممكن من كل بيطة طلع كناية طب تشبيه هنا يا شباب هنا طبعا لغرس أزهار الوئام طبعا تشبيه للوئام بالأزهار هنا تشبيه جماعة اللي هو سميء ضفت مشبه فيه المشبه غرس أزهار الوئام يبقى تشبيه للوئام بالأزهار تمام كده يا شباب وصير جاملة طبعا هنا التجسيم طب استعارة مكنية تمام ممكن نقول غرس أزهار الوئام طبعا أو هنقول بقى مثلا بزور شر مثلا في الظلام أو إني لأعمل للسلام الى اخر الكلام دا كله تمام طيب هنا مثلا لما اقول اني الله يشهد ما بزرت بزور شر تمام ممكن هنا اعتبرها استعارة مكنية وصور طبعا الشر ببزور طبعا تبزر تمام كده في الارض او ممكن اعتبرها برضو ايه تشبيه برضو يا جماعة طيب ايضا برضو هذه يدي فيها الاخاء وفي يدي الاخرى سهام تمام صب شب هنا او استعارة مكنية صور الاخاء بشيء مادي يمسك باليد ممكن اعتبر هنا جماعة هذه يدي فيها الاخاء اعتبرها استعارة مكنية هتصور الاخاء بايه ايوان بشيء مادي يمسك في اليد وسر جمال ها يكون التجسيم طب لو هطلع هنا جماعة جناس هتقول لي تمام بذرت وبزور تمام جدا بذرت وبزور بينهم جناس نقص طب تصريع برافو عليك لازم ابص لبيت الاول بس يبقى السلام والوئام بينهم طبعا هنا جماعة تصريع يعطي جرعة نصبية في مطلع القصيدة لانتقل لسؤال اخر انهض الى سبل العلى وانفض عن الجفن الوسن طبعا الوسن هنا بمعنى النوم او الغفلة يعني تمام او النعاسة لازي يصفق النوم ودس الصعاب ولا تخف جيش النوائب والمحن ترب البلاد وديعة وعليك انت المؤتمن العطفة المسترة على الشاعر هنا ايوه هي حب طبعا العمل والسعي يبقى انهض الى سبل العلى يبقى فيها طبعا تحس ان فيه طموح يسعى اليه الشاعر وإلى ما يدعونا في الابياد طبعا هنشرح الابياد شرح بسيط طب استخرج الابياد بقى سلوب انشائي جميل انهض الاساس ايه هي يا شباب الامر والنه والاستفهام والنداء والتمني ولوم تاني الامر والنه والاستفهام والنداء والتمني طب يبقى انهض هنا امر وغرضه النصح والارشاد طيب تشبيه وبين نوعه وغرضه هنشوف كده عندك في البيت التالي ترب البلاد وديعة وديعة يعني امانة يبقى أرض البلاد وديعة يبقى تشبيه للأرض طبعا بالإيه بالوديعة أو بالأمانة طبعا تشبيه بليغ سر جماله هنا هيكون التوضيح طيب بعد كده استعارة مكنية وبين أثرها طيب هنا إنهض إلى سبل العلاء وانفض عن الجفن الوسن هنا طبعا لما أقول انفض عن الجفن الوسن يبقى هنا استعارة مكنية صور الوسن بشيء مادي ينفض سر جماله هيكون إيه برافو عليك سر جماله هيكون التجسيم وادوس الصعاب استعارة مكنية صور الصعاب بأرض يدوسها الشاعر طبعا أو يدوسها الإنسان وسر جماله برضو التجسيم طيب أيضا استخرج مجازة مرسلا المجازة مرسل طبعا وعلاقته هنا طبعا عندما لقى كلمة الجفن يعرفنا أما أتكلم عن العين مجازة مرسل عن العين علاقته الجزئية مجازة مرسل عن العين علاقته إيه يا شباب الجزئية تمام طيب تمام بعد كده أسلوب قصر وعين وسلته وأثره تمام كده طيب هنا بقى ممكن أقول مثلا انهض أسلوب العلاء وانفض عن الجفن الوسن هنا في جملة انفض عن الجفن الوسن أسلوب قصر بتقديم الجرم المجرور على المفعول به أولا تاني أسلوب قصر بتقديم الجرم المجرور على المفعول به برضو عندك وعليك أنت المؤتمن برضو هنا عليك أنت المؤتمن يبقى عليك المؤتمن دي تشبيه أقصد أسلوب قصر برضو بتقديم الجره المجرور والخبر المقدم على المبتدل المؤخر كلمة المؤتمن تمام يا شباب علل كسرة الأسليب الإنشائية في الأبيات طبعا نحن لسألنا حالا أسلوب الإنشائي يفيد إيه بقى أيوة إسارة المشاعر جذب الانتباه إشراك السامع إسارة المشاعر جذب الانتباه إشراك السامع تعال نكمل كم ذا يكابد عاشق ويلاقي في حب مصر كثيرة العشاقي إني لأحمل في هواك صبابة أو صبابة يا مصر قد خرجت عن الأطواقي لهفي عليك متى أراقي طريقة يحمي كريمة حماك شعب راقي أعتبر مسترعة للشاعر طبعا واضحة جدا هي حب الشاعر للوطن أسرى في ألفاظه هنقول جاءت الألفاظ موحية ومعبرة عن عطفة الشاعر ألا وهي طبعا هنذكر مثلا عاشق عندك حب مصر أيضا أحمل في هواك صبابة اللي آخر الكلام ده كله تمام طيب السؤال الثاني طبعا استكرم الأبيض صورة خيالية الصورة خيالية اللي هنطلعها طبعا صورة خيالية هنا مفتوح السؤال طبعا إما تشبيه إما استعارة إما كنية إما جاز مرسل فلا عندي هنا مثلا ممكن أستخرج مثلا إني لأحمل في هواك صبابة استعارة مكنية صور طبعا إيه الصبابة اللي هي الحب طبعا على العشق بشيء مادي يحمل سر جمال التجسيم تمام كده يا شباب طيب قد الفكرة يا مصر أول ما لقي النداء لغير العاقل يا شباب يبقى ده هنا استعارة مكنية حيستصور مصر بإنسان ينادى ويستجيب للنداء سر جمالها التشخيص يبقى أي نداء لغير العاقل يبقى أسلوب أو هاعتبره استعارة مكنية سر جمالها هيكون التشخيص طيب تعالي نكمل أسلوب إنشائي طبعا يا مصر نداء للتعظيم يا مصر نداء للتعظيم جميل طيب أسلوب توكيد إني لأحمل أسلوب مؤكد بإن أو اللام اللام دي يا جماعة نسميها لهم التوكيد المزحلقة وبالك نسميها لهم التوكيد المزحلقة فايداتها الوحيدة التوكيد مش هتأثر في الإعراب خالص طيب محسن بديعه وبين نوعه أثره أيوان دور على البيت الأول يلاقي والعشاقي بينهما تصريع يبقى هنا يلاقي والعشاقي بينهما يا شباب تصريع يعطي أثر مصرق جميل في مطلع القصيدة تماما شباب طيب تعالي أسئلة سريعة على الكناية والمجاز المرسل عشان دي أطر حاجة ممكن تجيلكم الترمي التاني فنشوف كده مع بعض استخرج الكناية وبين نوعها وسر جمالها ويوم يعض الظالم على يديه كناية عن صفة وهي الندم هذا رجل يشار إليه بالبنان كناية عن صفة وهي الشهرة هذا الطالب اسمه في لوحة الشهرة يبقى كناية عن صفة وهي التفوق تمام وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم يبقى كناية عن صفة وهي الإعراض تمام وحملناه على ذات ألواح ودسر طبعا ذات ألواح ودسر كناية عن موصوف وهي السفينة كناية عن موصوف وهي السفينة وبناة الأهرام كفون الكلام عند التحدي أم بناة الأهرام كناية عن موصوف هم القدماء المصريين تمام أو المصريون لغة الداد أجمل اللغات كناية عن موصوف وهي اللغة العربية الخيل معقود بنواصيها الخير كناية عن نسبة الخير إلى الخيل هقول ثاني كناية عن نسبة الخير إلى الخيل دايما الخير أو الصفة أو الموصوف لما يذكره في الجملة يبقى هنا المقصود أو الكنية المطلوبة تبقى النسبة طب الجود بينه سيابة نفس الكلام ذكرت الصفة وذكرت الموصوف وهو الشخص طيب هنا كناية عن نسبة الجود إليه طيب تعال بعد كده في الآية بعدها ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط طبعا الجملة الأولى جماعة فيها كناية عن البخل أما الجملة الثانية كناية عن الإسراف تمام يا شباب لما أقولك برضو صفر وجهه الجبان كناية عن الخوف تمام لا ينزل المجد إلا في منازلنا كناية عن نسبة المجد إلينا لما يذكر الصفة والموصوف عندي خلاص يبقى هنا كناية عن نسبة يا ابنة الضاضي فيك سر الجمال ابنة الضاضي لها مين أيوة الموصوف هو اللغة العربية احمر راجل صديقي كناية عن صفة وهي الخجل عضل مهم البنانو كناية عن صفة وهي الندم نحن أبناء النيل كناية عن موصوف وهو المصريين نفس كناية من الجملة الأبلاء اللي بعدها عارن على ابن النيل برضو كناية عن موصوف وهي أيوة وهي طبعا المصريين طيب شعث مفارقنا تغلي مراجلنا طبعا هنا كناية عن القوة في جملة شعث مفارقنا والجملة الثانية تغلي مراجلنا كناية عن الكرم طب قوم ترى أرماحهم يوم الوغة مشغوفة بمواطن الكتمان مواطن الكتمان يا شباب اللي هي كناية عن موصوف وهو القلب كناية عن موصوف وهو القلب يلوح بغصن الزيتون كناية طبعا عن صفة وهي السلام تعالى أسئلة سريعة على المجاز المرسل رعينا الغيس طبعا هنا الغيس يا جماعة كناية عن أو شو بقى كناية آسف دي هتبقى مجاز مرسل عن الزرع طبعا علاقته إيه السببية إن أنا ذكرت السبب وأردت المسبب طب سالة الوادي طبعا كناية عن الماء علاقته المحل أو قصد آسف يبقى مجاز مرسل عن الماء علاقته المحلية يبقى هنا يا جماعة ذكرت المحل وأردت به الحال اللي هو الماء نفسه فبشرناه بغلام حليم هيبقى مجاز مرسل عن إيه بقى عن طبعا الطفل أو الرضيع تمام كده وطبعا هيبقى علاقته اعتبار ما سيكون اعتبار ما سيكون حكمت المحكمة ببراءة المتهم برضو مجاز مرسل عن القاضي علاقته الإيه المحلية ومي اللي بيحكم القاضي قاضي المحكمة سكنت نخلدون مصر طبعا كناية أو مجاز مرسل آسف عن بيته علاقته طبعا الكلية هو نخلدون منش يسكن مصر كلها هيسكن جزء من مصر فأنا بذكر الكل وأريد به الجزء يبقى الكلية يعني بذكر فيها الكل وأريد به إيه الجزء فقط طب ففي رحمة الله طبعا أها بتقول وَأَمَّا اللَّذِينَ بِيَضَّدْ هُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ طبعا هنا مجاز مرسل عن الجنة علاقته الحالية يبقى هم حالهم في رحمة الله تمام ولكنهم موجودين فين في الجنة يعني بذكر الحال وأريد به المحل أذكر الحال وأريد به المحل المحل فهنا علاقته أو هيبقى العلاقة هنا الحالية ألقى الخطيب كلمة طبعا هنا جزئية هو مش يلقى كلمة واحدة ولكن كلمات تمام كده يا شباب طيب هنا طبعا مجاز مرسل عن الخطبة علاقته إيه الجزئية طيب يلبس المصريون القطن طبعا هو باعتبار ما كان وطبعا المصريون بيلبسه لو الملابس طبعا مجاز مرسل عن الملابس علاقته إيه علاقته اعتبار ما كان وممكن نقول يأكل المصريون القمح برضو اعتبار ما كان هو مجاز مرسل عن الخبز علاقته اعتبار ما كان طيب سأوقد نارا نفس كلام برضو اعتبار ما سيكون تمام أنا أوقد النار ولا أوقد الفحمة أو الخشب الذي سوف يشتعل نارا بعد ذلك يبقى هنا طبعا اعتبار ما سيكون طب قال تعالى فاجعل أفئدة من الناس أفئدة يعني قلوب هل القلوب هي التي تأتي تهوي إليهم ولكن طبعا لا هو الناس التي تأتي إليهم مجاز مرسل عن البشر علاقته الجزئية سرق اللص المنزل طبعا هنا برضو الكلية ذكر الكل وأرد به الجزء ده كلام جميل له أياد علي سابقة طبعا هنا الكلمة دي بتكرر معي كتير يا جماعة لما تظهر كلمة يد قل مثلا أبي له أياد علي كثيرة له أفضال علي كثيرة يبقى مجاز مرسل عن النعمة أو الفضل علاقته الإيه السببية مجاز مرسل عن النعمة أو الفضل علاقته يا شباب السببية شربت ماء النيل طبعا مجاز مرسل عن طبعا جزء يعني طبعا كده جزء من ماء النيل علاقته الإيه الكلية هنا أنا ذكرت الكل طبعا لحد يشرب ماء النيل كله أكيد تمام فأنا ذكرت طبعا إنه وليكن كوب من الماء خلاص كده علاقته الكلية طب إنك انتذرهم يضلوا عبادك طبعاً ده باعتبار ما سيكون وطبعاً أي واحد فينا بيولد على الفطرة تمام؟ وطبعاً أبو وأمه يكفرانه أو يجعلونه مسلم تمام؟ طب إذن لوقتي يبقى هنا عندي ولا يلده إلا فاجراً كفارة باعتبار ما سيكون تفرقت كلمة العرب تمام؟ برضو هنا جماعة مجلس مرسل طبعاً عن اتحاد العرب علاقته طبعاً هنا إيه؟ السببية تمام؟ الكلمة هي السبب في تجميع العرب بكده يا شباب دقون انتهينا من مراجعة على أهم النقطة بالنسبة للبلاغة طبعاً يارب يكون يعجبكم التدريبات دي ويارب بالتوفيق إن شاء الله في المراجعات القادمة كان معكم مصطفى الشرقاوي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة